شهدت شيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة حملة أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي والذي نظمته الجامعة الأمريكية عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة لشهر أكتوبر ركزت على تعزيز الصحة النفسية والتوعية بسرطان الثدي كما شهدت شيخ بدور بن سلطان القاسمي محاضرة لصاحبة السمو السيدة الدكتورة بسماء السعيد المعالجة النفسية ومعالجة التنويم المغناطيسي السريري ومؤسسة عيادة همسات السكون تحدثت فيها عن أهمية الإسعافات الأولية النفسية والقضاء على وصمة العار المتعلقة بالصحة النفسية كما شهدت شيخ بدور بن سلطان القاسمي بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وسلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة وعدد من كبار المسؤولين شهدت مزادا عرض أعمال للفنانين المرموقين سارة العقروبي وعلي كشواني واسماعيل الرفاعي وهالا زماني فضلا عن عرض قطع مجوهرات حصرية تضمنت أقراطا من مجوهرات حلي صممتها لين سليمان